أحسن الله إليكم لا أحد مدفون وأنا ممن يصلي في هذا المسجد ومن بعض من يسمع قوله بهذه القرى فماذا علي تجاه ذلك أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح هذا نفع الله بكم المسلمين وجزاكم خيرا هذا العمل غير جائز لأنك ذكرت وفقك الله أن هذا القصد الدفن بالقرب من موضع العبادة هذا من باب التعظيم ومن باب التبرك هذا الدفن حول المسجد لا يجوز بهذا القصد والواجب أن يدفنوا في المقبرة العامة وأن تترك الساحة التي حول المسجد لمصالح المسجد بقى هذه الساحة مخاصصة لذلك قبل أن يدفن فيها أحد هل يسري بأحكام على الصلاة في المسجد؟ لا يسري لأن القبور خارج المسجد وليست متصلة به ولكن هذا يحرم من ناحية القصد والإرادة بهذا الدفن فتبعد هذه القبور عن المسجد وتدفن في المقبرة العامة هم لم يدفنوا فيها أحدا بعد يمنع يمنع الدفن فيها كما ذكرت يدفن في المقبرة العامة وتترك الساحة لمصالح المسجد